نهاركم بزين ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم جيناكم بوصفة خفيفة وضريفة وصحية وصفتنا اليوم كانت بطاطا بالكوشة بالجيش بسم الله نحتاج بطاطا بصل فلفل حلو فلفل حار تماطم حب جريوات اختياري ليحبي يضيف بضنجان اختياري نروحوا لطريقة التحضير نقطعها الى دوائر نقيو الفلفل الخضراء اللي حطيناها نقيوها ونقطعها هنا نحتاج بصر المرابي جيج زيت شوية فلفل اسود شوية ملح نقليوهم مليح نضيفو لهم ننشا صغيرة تماطم مصبرة نضيفو لهم تماطم حبة مرابيا نقليو مليح ونمرقوهم بالماء نضيفو لهم زنجبي البودر كوركم راس الحانود شوية عكري نخليو جيج يطيب في اللاسوس تعنا مدة 4 ساعة 20 دقيقة يطيب وهنا نروح ونضيفو ليزي بيس للخضر تعنا البطاطا والفلفل اللي كنا قطعناها نضيفو زنجبي البودر نضيفو شوية عكري نضيفو شوية قرفع كوركم راس الحانود شوية زعتر كليل اذا متوفر شوية زيت شوية ملح نخلطوهم مليح نجيبو البطاطا تعنا نفرشوها في المول ونضيفو لها اللاسوس اللي كنا طيبنا فيه نجاج مدة 4 ساعة ول 20 دقيقة نسقيو البطاطا تعنا والخضر باللاسوس بعد ما نسقيوهم نكوفريهم بالبابي ألا من يوم وندخلهم في الفورة تعنا نخليوهم يطيبوا على نار متوسطة ملتحت وملفوق وإذا الفورة تعكي يشعل غير ملتحت ما يشعلش ملفوق نخليوهم يطيبوا ملتحت ونشعلوا ليه ملفوق ما بقالي غير نقول لكم جربوا وصفتنا وراح تعجبكم وما تنساوش تدعمونا بلي جيم وبلي كومنتير وسلام اشتركوا في القناة